السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ممكن بشكل نظر المعلومات نحتاج ان احنا نضيف جدول. فهاجي هنا من تيبل وهو قوله create تيبل. وابدأ اشوف انا هم احتاج كام صف وكم عمود. اقول له مسلا انا عايز خمس صفوف وثلاثة اعمدة. الهيدر والفوتر اللي انا عايزه. ممكن يكون عندي كده ستايل تقدر تعمل ستايل جديد. الستايل تبدأ تختار الشكل بتاعه. الالوان اللي موجودة. الحدوب بتحت. فهتبع عاملها زي زي ما انت عايز. اقول له اوكي. اوكي. وبعد كده ابدأ احط الجدول بتاعي بشكل دوت. هو هيبدأ ينظم. هتقدر تكتب اي معلومة انت عايزها في الجدول بشكل دوت. تقدر لو انت عايز تغير الشكل والستايل وكل حتى ديت. ببسطة جدا من ويندو. هتلاقي عندك هنا. هتقول له تيبل. وتبدأ تختار الجدول وتبدأ تختار الشكل بتاعه هيبقى عاملة زي. يعني هنا مسلا عدد السفول اعملها ممكن تزود زي ما انت عايز. بالشكل دوت. تقدر تزود مسلا ان الكلام دوت. تمام? انا عايز اخلي مسلا في النص. خليني التحت خالص. زي ما انت عايز. تزود المسافة اللي في الاول. بدل ما اتكست اا جاي بالشكل دوت. لا ممكن تخليه بالشكل دوت. تمام? او تقلبه او تخلينا حت تانية زي ما انت عايز. تمام? تقدر تضيف اي صف هنا ممكن تيبل هتقول له انا عايز اضيف مسلا انسرت اا رو او قولم زي ما انا عايز. بيقول اللي عايز تضيف كم واحد ولا يكون مسلا اتنين. قبل الصف اللي انا عامل عليه سيليكت. بالشكل دوت. وتقدر تتغير شكل الحدود. تقدر تتغير شكل اللي تخليك كلام مسلا في النص هنا او تعملهم هزا شمال يمين زي ما انت عايز. ده بالنسبة للنصوص المكتوبة. وتقدر تعمل امبورت الجدوى الاكسلي اللي لو حابب وتشغع عليه مفوضش اي مشاكل خالص من فايل بليس. وتختار اي ملف اكسلي.